في نفس الوقت النهاردة سوار الغيني مجاش ما حضرش مباراة الزمالك وبالتالي ألغيت المباراة بقرار من الكاف وحيتحسب المباراة نتجاتها لنادي الزمالك خاطب الكاف نادي الزمالك النهاردة علشان يتأكد من إلغاء المباراة وبالفعل الكاف في بيان رسمي أكد إلغاء هذه المواجهة واحتسبت المباراة لصالح نادي الزمالك بحسب اللايح الزمالك بشكل طبيعة يتجه بكرة الأسنين إلى السعودية استعداداً لمباراة نهاية كأس مصر أمام النادي الأهلي اللايحة بقى بتقول إيه القرار المتوقع من الكاف اتجاه سوار الغيني بعد عدم حضوره لمباراة الزمالك النهار تعال أقول لك كده كده الزمالك صعد متصدراً لهذه المجموعة ب13 نقطة حتى هذه اللحظة لما النتيجة تحسيب له كمان هيبقى 16 نقطة اللايحة بتقول إيه اعتبار الفريق الغيني مهزوماً بنتيجة 3 صفر وإذا تكرر اعتبار نهاية سوار مهزوماً فإنه قد توقع عليه بعض العقوبات الأخرى قد تصل للإيقاف من المسابقات الأفريقية وهرامة مالية بحسب لائحة الكاف الخاصة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكن قد تنقذ المادة رقم 16 من لائحة الانسحاب من البطولة والمباراة في بطولة الكونفيدرالية الفريق من توقيع عقوبات مغلصة في حالة قبول اللجنة المنظمة أن سوار لم يستطع حضور المباراة بسبب حالة من القوى القاهرة ووقتها سيتم تغريم سوار مالياً فقط أعتقد هذه اللي هتتحسب على السوار يعني ترجمة نانسي قنقر